هذا وأكدت صحيفة الأيام أن المبادرة الخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء تأتي لتؤكد على النواية طيباً للبحرين في معالجة أي خلاف في إطار مبادئ الأخوة وضمن البيت الخليجي بعيداً عن تعقيدات الحياة المعاصرة فقد كانت حياة الخليج وأهله تتسم بالبساطة والعفوية وهم من كل ذلك فقد كانت القلوب والصدور والبيوت مفتوحة والأياد ممدودة دائماً رقم قساوة الحياة وكذلك كانت البحار فقد كانت بحاراً مفتوحة وكانت مصدر الرزق الرئيسي لأهل الخليج وكانت السفن تمخر عباب البحر من أقصى شمال الخليج إلى جنوبه سواء ذلك لصيد اللؤلؤ أو الأسماك أو التجارة لم نكن نسمع عن أي مطاردات أو مصادرات للسفن التي كانت تجوب البحر وقد كانت هذه السفن عندما تتوه أو عندما تهب عاصفة تلجأ إلى أي من الشواطئ القريبة ويتم استقبالها بكل ترحيب كما يتم استضافة من على متنها هذه الحياة الجميلة والبسيطة عادت إلى الأذهان عندما أعلن مجلس الوزراء عن مبادرة خيرة لإعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحار البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحار القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية السعودية إنها مبادرة خيرة وجميلة أطلقتها البحرين وهي مبادرة تكرس كل معاني الأخوة والتعاون الخليجي المشترك وبالأخص تنظم عملية الصيد والاسترزاق وفق مفهوم أخوي خاصة أن مجلس الوزراء أكد على أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وتأتي هذه المبادرة الخيرة من مجلس الوزراء لتؤكد على النوايا الطيبة للبحرين في معالجة أي خلاف في إطار مبادئ الأخوة وضمن البيت الخليجي وفق اتفاق يحفظ كل الحقوق وإذا كان لدى قطر حق النوايا طيبة تجاه البحرين فإننا ننتظر منها أن تتجاوب سريعا مع هذه المبادرة التي تتيح أيضا فرصة متساوية للقطريين الذين تعتبرهم البحرين أبناء شعبها للصيد في المياه البحرينية فهل ترقب قطر حقا في حل هذا الأمر؟ إن ذلك ليس بالأمر الصعب والمستحيل إلا إذا كانت تريد الاستمرار فيما تمارسه من تصعيد وقطع عرزاق البحار البحرينيين ومصادرة واحتجاز قواربهم وذلك ضمن نهج العداء المستمر للبحرين إن إطلاق البحرين هذه المبادرة يؤكد حرصها على حل هذا الأمر وبالسرعة الممكنة لأنها مملكة سلام ومحبة وتسامح لا ترقب في تصعيد الأمور ولأن يدها ممدودة للجميع بالخير وهو ما يعرف عنها منذ قديم الزمان ويهمها أن تحافظ على أرزاق أبناء الشعب البحريني في البحرين وقطر إن من يريد المصالحة ومن يريد التعاون ومن يريد المحافظة على الأخوة والجير والبيت الخليجي الواحد يجب أن يتقدم بحلول ومبادرات تكشف وتؤكد نواياه الطيبة والخيرة لأن ينتهج التصعيد ورفع السلاح في وجه أخيه والسعي بكل السبل للنيل منه فماذا تريد قطر؟